من الحالة الجوية نطير بيكو على طول على حركة المرور ونشوف الحالة المرورية وحركة الشوارع نهار ده طبعا كيوم من ايام العطلة الاسبوعية يوم الجمعة الدنيا بتبقى رائعة وعايز اقول للناس اللي طالعين على المحور في بعض التغييرات كده في الطريق فنمشي بالراحة شوية عشان في بعض المطبات كده انه لسه نقلين الطريق شايلين الحواجز من مكان لمكان فهتلاقوا بعض المطبات في اماكن معينة فنخلي بالنا يا جماعة ونحافظ على سلامة بعض قدر المستطاع عشان نوصل بالسلامة المحور العائد تم فتحه مرة اخرى للناس اللي رايحين لميدان لبنان كان مقفول في فترة الماضية واحنا شايفين كده معاكم مرين على كبري اكتوبر كورنيش النيل كورنيش الدقي كورنيش العجوزة المحور هو بدايته بدايته طبعا هتلاقوها يعني احنا طبعا شايفين الدنيا دلوقتي باللون الاخضر لانه النهاردة يوم الجمعة بس في الايام اللي جاية ممكن تلاقوا بقى مع التحويلات المرورية في بعض الازدحامات في بعض الاماكن ولكن طبعا بيكون البدائل خير الحاجات اللي هي ممكن نحنا نعملها عشان نقدر نحنا نتلافى الازدحام اللي احنا ممكن نلاقيه في سكتنا اشتركوا في القناة